التقى اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي صاحب السمو الملكي الأمير شارلز ولي عهد المملكة المتحدة أميرا ويلز في قصر كلارنس هاوس بالعاصمة البريطانية لندن وخلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المملكة المتحدة في مستهل اللقاء نقل اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتمنيات جلالته للمملكة المتحدة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين حيث أكد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي على شراكة الاستراتيجية التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والمبنية على امتداد تاريخي ساهمت في تعزيز التواصل بينهما ومن جانبه أبلغ سمو الأمير شارلز سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين بالتقدم والنماء ترجمة نانسي قنقر